كان يفترض أن الكلفة انخفضت على الدولة دعم الديزل 280 مليون الآن هل إحنا حققنا وفورات في الميزانية تعادل الفايدة اللي إحنا كنا نبيها؟ لا أبدا إحنا خلقنا مشكلة ولا زالت إحنا اليوم في بداية الطريق نعم كل الإجراءات اللي إحنا اليوم سمعنا عنها ما بعد الأزمة ما بعد رفع السعر ما بعد نفاذ القرار وين الإجراءات المسبقة ما شفنا شيء مسبق إحنا سمعنا أنه كان في رفع للديزل وأنا حذرت يمكن وكثير يمكن حذرة وأنه ترى أي رفع لسعر الديزل سينعكس إنعكاس سلبي على أسعار السلع والخدمات وليش ما سمعوا الموضوع؟ في ظل أنه قالوا وأكدوا لن يمس المواطن ذو الدخل المتدني شنو المضمون؟ كان في تطمينات مؤكدة من الجهات الرسمية أنه ترى زياد الرفع الدعم ما رح يحوش الفقير اليوم إحنا الفقير أو ذو الدخل المحدود والمتوسط تضرر بشكل كبير طيب وين التطمينات هذه؟ الآن كل الإجراءات ترى يعني تفتيش رقابة يعني حتى موضوع الكوبونات اللي تكلموا عنها إنه نعطي أصحاب الدخول المتدنية نعطيهم كوبونات العملية جدا شائكة ومعقدة لأنه أنت مو رفعت الدعم عن ناس معينين لا، في شركات ومحلات وأشخاص وأفراد حتى يتاجرون كل هذا اللي ارتفعت عليهم التكلفة